طيب أم عبد الله أيضا تقول كيف يحصل الإنسان على الأجر إذا مثلا شخص أساء إليه شخص أساء إليه يقول هو لا يريد أن يرد عليه ولا أن يدافع عن نفسه ويريد أن يحصل على أجر عظيم هل هذا ممكن الجواب نعم الجواب نعم الإنسان الذي طبعا أولا أي إنسان ظلم يجوز أن يرد المظلمة أي إنسان أسيئة إليه يجوز أن يرد الإساءة بمثلها قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به يعني شخص مثلا سب آخر قال له يا غبي يجوز يقول أنت الغبي مثلا يجوز يقول أنت الغبي لكن إذا قال أنت الغبي وحيوان لا أصبح ظالم من الآن تعدى تجاوز وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلي ما عاقبتم به واضح طيب شخص يقول له والله أنا شو أسمع السب وأسمع الظلم كذا لكن أبغى أوكل أمري إلى الله أقول حسبي الله ونعم الوكل هذه رثبة عظيمة هذا خلق الأنبياء من يقوى على هذا يا أختي من يقوى عليه هنيئا له هو قادر على أن يأخذ حقه بالسانة ولا بيده ولا بطرق القانونية والشرعية ثم يقول والله وكلت أمري إلى الله هذه هذه مرتبة عظيمة جدا هذا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك إذا أراد الإنسان أن يحصل على الأجر العظيم والثوب الجزيل مع نصر الله له الله بينصر بإذن الله هو مثل هذه الحال بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر